بعد إخمادها حرائق الجزائر بالنتائجها الكارثية ينزل معزياً وزير الداخلية إبراهيم مراد لأهالي الضحايا لفتة إيجابية لكنها لا توازي منصب الرجل يقول المنتقدون فمنذ أخمدت الحرائق ووزير الداخلية يقتفي أثار الدخان والرماد ليعز عائلات الضحايا لكن ليس بالتعويض الذي ينتظره أهالي الضحايا ولما يتماشى مع مهام الوزارة بالتقليد من الأضرار التي تمست المواطنين فقد فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم فضلاً عن أحبائهم أولاً إنه يكتفي بنقل تضامن الرئيس لهم بينما تضامن الرئيس ينبغي أن يكون بما يعكس منصب الرجل وما يلم لمؤثار المصاب الجلل لمن ألمت بهم الحرائق في الشمال الجزائري جولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تجسد العجز الذي يشل الحكومة في أبهى تجلياته في التعامل مع الكارثة حين وقوعها وبعد ذلك يقول منتقدون فالوزارة ظلت غائبة عن الجماعات المحلية حتى حلت بها الكارثة كان واجب وزير الداخلية أن يتنقل استشرافاً واحتياطاً قبل أن يحدث ما حدث فوزارة الداخلية والجماعات المحلية ليست مجرد دورية شرطة وأمن لمطاردة الأحرار يقول الناشطون وزارة الداخلية وفقاً للقانون لها مهام التنمية المحلية والمالية والتعاون بين البلديات وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعتني بشؤون المواطن وتحميه من شتى الأخطار تساعد أيضاً في تنفيذ مخططات التنمية وفق الأهداف الوطنية يضيف مراقمون أما وزير الداخلية فهو مكلف بكل ذلك وليس ناطقاً باسم الرئيس ولا مكلفاً بنقل التهاني والتعازي في حين يتورى الرئيس تبون عن التكفل بتعزية عائلات الضحايا لقد ترك الأمر لوزير الداخلية بينما التفت هو للوجه المشرق واستقبال المتفوقين في البكالوريا وكان الأجدر من كل ذلك أن تقوم السلطات بتطوير المناطق الداخلية والعمل على تجنيب المواطنين كارثة الأخطار في نظر المقدرين ترجمة نانسي قنقر